أهلا أحبقنا مشاهدينا في كل مكان رح نتكلم عن موضوع الاضطهاد وبشرفني أنه أستضيف لبرنامج ليكن نور هو مش ضيف طبعا هو صاحب مكان أخ عزيز وغالي جدا على قلبي وصديق قديم وأكيد شفتوا كتير على البرامج التلفزيونية أو في القنوات الفضائية خلينا أقدم أخي المحبوب الدكتور أمال جندي أهلا وسهلا أخ أمال أهلا بك يا خنزار ومرسي على الاستضافة وبنصلي أن الرب يغطينا بسحابة مجده فلا نرى إلا يسوع وحده أخ أمال أنت الشخص المناسب اللي ممكن يحكي لنا عن هذا الموضوع أنت خادم للرب تركت عالم البزنس وخصصت وقتك أنك تخدم الرب بتسافر كتير تعمل تدريب وبتشوف الأحوال في كل مكان ولسيما في الدول العربية ونعاوز أنه لما نتكلم عن الحلقة نتكلم بشكل منصف وفي نفس الوقت الغرض من حديثنا إحنا مش نرفع شخص على شخص آخر هو بالنتيجة أنه كل شخص بحق أنه يتكلم بإيمانه وعاوزين نعيش حياة كريمة هادئة مطمئنة عاوزين نعيش بسلام بس في نفس الوقت إحنا مدعوون أنه نشارك إيماننا عن شخص يسوع المسيح وأنه الرب يسوع فعلا ما وعد طريق مفروش بالورود كما يضعي البعض بل بالعكس تعليم المسيح أنه بحال إيمانك أنت راح تضطهد ورح تحمل صليب ورح فعلا تواجه كل أنواع الصعوبات والاضطهدات فهل قبل أن أسألك عن تعريف الاضطهد هل هو فعلا حقيقة من خبرتك وليس كما من الكتاب المقدس طبعا الاضطهد حقيقة حقيقة واقعية وتحدث ليس في أماكن معينة ولا في أزمنة معينة لكن على مر العصور وفي كل الأوقات وفي كل الأماكن بس هذا الاضطهد أو لازم الأول علشان نفهمه نفهم إيه معناه ونفهم إيه مجالاته وإيه الأطراف في هذه العملية بتاعة الاضطهد ترجمة نانسي قنقر